مرحبا بكم في فيديو جديد اليوم ان شاء الله نعلم بعضنا مرقة لوبيا بالكعابر و الا مرقة المالح من ابن ما تجربوا رزيت ياسر ابنينة وسهلة في سامة تحضر جربوها وبش تعجبكم برشا يلا طوى نشوف من بعضنا المكونات والطريقة اول حاجة لهنى بش نفوح الحم اخذي 300 جرام الحم تنجموه تعملو الحم علوش و الا الحم بقري انا هذيك الحم بقري 300 جرام الحم مفروم عليهم لفحات هذوما بش نفوح مغرفة صغيرة متاع نعنع شيح الملح متكثروش برشا على خاطب بش نعودو الملحهم بعض وزيدة هي بالمالح دونك ردو بيلكم في الملح مغرفة صغيرة متاع تابلو كاروية اربع مغرفة صغيرة كوركم اربع مغرفة صغيرة فلفل زينة اربع مغرفة صغيرة فلفل اكحل خمسة فصوص متاع ثوم ارحيتهم وزيدة بش نحطهم هذوما الهنى لفحات متاعنا توابش نحطهم فوق اللحم ونبدأ هاك نخلطهم بالبيهي بالبيهي بطريقة اللي تشوفوا فيها في الفيديو اللفحات هذوما لهم يدخلوا في اللحم بالبيهي توابش نعملهم دي بول كما تشوفوا هكيكا تحبوا تعملوهم كبار ولا صغار كيفما تحبوا لك عبروا متاعكم اهاكو مينا حاجم متوسط صفق ما همش كبار برشا وما همش صغار توابش نعملهم الكل هم بنفس الطريقة للي توفى الكمية لكلها وهذو ما لقبول امتاعي صيح يحذروا اذا كانت تحبوا كمية اكبر متاع الحم زودوا في كمية الحم بالنسبة لي انا الكمية هذية صفا على الاخر توابش نتعدهم فوحوا تنجرة بتاعنا اخذيت لهنى الكروينا بش نحط فيها كمية متاع زيت بالنسبة لللوبيا راهي تحب الزيت انا بالرغم منحبش الميكلة الميادمة اما اللوبيا بصراحة لازم هكا تبدأ فيها الزيت جيبنا على البنا بعد حتيت الزيت حتيت هنا بصلة قصيتها جويدة توابش نقلل البصلة نذبلها كما شفتها كيكا ذبلت بالبيهي توابش نكمل نحط مغرفتين كبار تماطم تماطم هذية معجونة حليتها في شوية ماء وبش نكمل نقلل تماطم متاعي لازم نقللوا تماطم بش اكاكا اللوبيا ما تجيكم مش قارصة اما منزودوا الهيش في التقلية بش تماطم متاعي توابش نحط قطرة متاع ماء مش برشة ماء جزت شوية متاع ماء اذا كان ما نحطوش الماء على خاطر تتحرق لنا الماء اللي حتيتو ماء سخون ديما اي ماء نحطو راهي لازموا يكون سخون بش الماء كلا متاعكم اجيب منينا متمرقوش بالماء البارد وتوابش نكمل انفوح اخذيت مغرفة كبيرة متاع فلفل زينة مغرفة صغيرة ماهيش مكومة تبلو كاروية الملح جيمة ردوا بالكم على خاطر الملحم بعد ملحين وشوية كركم ما حتيتش برشة كركم على خاطر نحبها هكا جينية حمرة تعمل الكيف ما نحبهش لا زعراء لا صفراء اللوبيا هذيك عليش ما كثرتش في كمية الكركم حتيتت لفاحات متاعي لكلهم بعدين عملت لهم تقليبة هكا وبش نزودوا شوية ماء بش لفاحات متاعي ما يتحرقوا ليش ونكمل هكا نخل هكا نعمل تخليطها بها و بش نمرق توقعوا لكي تمرقوا حطوا الكمية متاع الماء اللي طيب لكم الحم ولي طيب لكم اللوبيا وطيب لكم كل شي بش نبعد متل تضطروا شوية ماء كل مرة تزيدوا الماء 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 كلام تاكم نتوليها كي كما هيش بنيناء الهن بش نعمل تخليطها الماء مازل ناقص بش نكمل نحط الكمية متاع الماء كلها ونخليها تيب اربع ساعة ونبعد نرجع لها بعد اتعادت ربع ساعة الهن بش نرجع للتنجرة متاعي كيف ما تشوفوا اهايكا غليت بالبيهي بش نجيبوا توا لكعابر ونحطوهم بش يتيبوا كي نحطوا لكعابر ما نمسوهم مش راهو ما نمسوهم مش جملة راهو نسقطوهم هكا بالطريقة هذي بالكعبة بالكعبة بعد لنحطوا الكمية الكل نجيبوا المغرفة متاعنا ونبدأوا نحطوا الصص هكا فوق لكعابر بش كي كي يتلموا وما يتحلوا لناش سينا ونجموا راهو ديوست تحطوهم وتغطيوا التنجرة وكاها ومتمسوهم الجملة اما انا ديما نعملهم هكا بطريقة هذي اللي تشوفوا فيها هكا في الفيديو بالمغرفة هكا هكا بش يتلموا هكا فيزع ونضمن اللي هما ما يتحلوش سينا وحتى كيتغطيوهم ومتمسوهم مش ما يتحلوش راهو بش نغطيها ونخليها توقتي بربع ساعة اخرى كي ما تعرفوا الحم ما فيه شروح في ساعة ما يتيب راهو بش نتعديوا لهنا لللوبيا هذي ميتين جرام لوبيا طيبتها نصة تيب ما هوش تيب كامل تحبوا راهو طيبوها تيب كامل تنجموا هكا توليو وتحطوها في اللخر انا لحقيقة ما نحباش كيتتحط في اللخر بالكل نحبها تيب شوية مع السوس هكا تجيني ابن بعد لتعديت ربع ساعة اخرى هنا رجعت للتنجرام تاي الحم ديجا صييرة وطاب في ساعة ما يتيب الحم ما فروم بش نحط اللوبيا ونخليها لليتيب معناها للي نتفقد اللوبيا والتيب خطر كل اللوبيا كيفيش فما لوبيا كيسح فما لوبيا ليه انا هكا كي ما شفتو طيبتها نصة تيب اهايكا شدة روحها وامورها واضحة ما تبديش هكا المغفصة والكل سينو المرقة ما جيكم مش بيهي حركتها كشوية وبش نغطيها ونخليها تيب وبش نمريكم هنا الفريانت هذي يبويس كي هي اللوبيا بال المالح هذوكم الفريانت يتباعوا حاضرين سينو اللي عامل في الدار انا جميس تعمل متاع الدار اخذيت انا باكو فريانت هذيكا وشوية زيتون اخضر باش نصب عليه شوية ماء سخون ونخليها درج يتنفخ باش الملوحة تنقص ديما انا نعمل هكا معناها نحطهم في الماء سخون باش ما دينيش الملقة مالحة برشا وبعد نصفيهم الماء هذيكا بعد الهنالي صفيتوا من الماء زيتوا شوية زيتون اكحل وغرون بتاع فلفل هذيكا فلفل اخضر وفلفل برعبي يزيدوها بالنعلب 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 ضروري نحط المالح والفلفل برعبيت وغرينين فلفل اخضر زيت هذيكا لابده منه رجعت الهنالي للتنجرة متاي وما نحكي لكم مش على بنتها وعلى ريحتها توا في المرحلة هذي اتفاقت اللوبيا ننقها سيطابت باش نحط الفريانت اللي هما هذو ما اللي واريتهم لكم والفلفل الاخضر اكها وبقيت المكونات ما نحطوهم مش توا ونخليوهم دقيقتين هكيكا للي الفلفل يترخف شوية والفريانت تسايب بنتها في التنجرة ونبعد في اخر حاجة باش نحطوا بقيت المكونات هذوكم اللي هما زيتون لكحل والزيتون الاخضر والفلفل برعبيت كنحطوهم نجزتها كدقيقة ونطفي وخاطر ما لازم همش يقعدوا يغليوا برشا في التنجرة وباش نحط زيدة انا رشة بتاع فلفل اكحل بالنسبة لي انا رشة الفلفل اكحل في اخر التنج راهو لازم منها اللي مايحبش الفلفل اكحل اي ناجم يستغنى عليها يعني مايحطها تشاي خاطر فما ليقلقوا الفلفل اكحل اما انا الحق نحسو يبنن برشا هني هذي هي صييه معناها اللو بيمتاعي طابت امورها واضحة اهايكا حتى ولو حتينا رو برشا زيت من اللول اما هاوكا مايظهرش على خاطر هي تحب زيت راهو وصييه المرقة متاعي لهنا يا حضرت اتبار كلا مايحكي لكم مش قديشي بنينة قديشي فيوحة بالحقرة ومن غير مبالغة بنة على بنة جربوها وباش تعجبكم برشا طيبة في حقها امورها واضحة مايش صوصها عاقدة مايش صوصها خفيفة فيوحة ابنينة تعمل الكيف ان شاء الله يا ربي جربوا الرساة وان شاء الله تعجبكم المهم جربوها كيف ما انا عملتها وتو تشوفوا البنة وهذي الفيديو متاع اليوم توامزة كامش نقولكم بسلامة وان شاء الله يا ربي جربوا الرساة وان شاء الله تع يا ربي انت قابلوا في فيديو اخرى على قريب